بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسليين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد ما زلنا في سورة الجن ووصلنا إلى قول الله تعالى وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا ووصلنا إلى طرائق قددا واتفقنا أن نتكلم عنها إن شاء الله في هذه الحلقة فنقول بعد حمد الله الطرائق جمع طريقة والطرق جمع طريق ولكن العلماء قالوا الطريقة هي فيها معنى أوسع من الطريق كما ذكر ذلك أهل التفسير قالوا يوجود التاء التي تعطي معنى السعة فالطريقة هي الأوسع ونجد أن الطريقة هنا تأتي على معنى المذهب والاتجاه وما يريده الإنسان في الأمور المعنوية على الأكثر من الطريق الذي هو يعني مسمى على طرق الأقدام فالطريق الإلماء هو مادي وهو من نظومة الطريق التي ذكرناها ربما مرة فقلنا الطريق والسبيل والشرعة والمنهاج والنقب والفج فهذه كلها على منظومة الطريق فقال هنا كنا طرائق قددا فالطرائق هنا على معنى المذاهب أو على معنى يعني ما يميل إليه الإنسان ويعتقده كما قال تعالى في سورة طاها قال ويذهبا بطريقتكم المثلى فالطريقة هنا على ما يعني يتوسع به الإنسان في فكره غالبا قال كنا طرائق قددا أما ما المقصود بالطرائق هذا سنتكلع عنه إن شاء الله نعم قال قددا والقدة هي القطعة كالقطعة وهي صانع الجلد عندما يضع قطعة جلد أمامه ثم يبدأ يعني تقطيع الجلد الغير مدبوغ طولا فيقطع الجلد بالطول فكل شريط من هذه الشرائط يسمى قده فالقد هو قطع الجلد الغير مدبوغ طولا يعني مثل السيور الذي يصنعونه الأحبال ويربطون به الأسرة يقيدون به الأسرة ولما كان كل يعني قده كأنها مستقلة عن الأخرى فكأنها كانت طريقة وطريق ولذلك قال طرائق قددا والقد هو الشق طولا كما ذكر ذلك أبو السعود والآلوسي في قالوا القد الشق طولا والقط هو الشق عرضا كما ورد عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قالوا إذا استعل أحدا بسيفه قده وإن استعرضه قطه أي أنه يعني القد هو الشق طولا والقط هو الشق أرضا وكقوله تعالى وقدت قميصه من دبر أي كأنها شقته طولا ولاحظوا ربما البعض يقول يعني ما الحكمة أنه جاءت هنا قدت قميصه وما الحاجة إلى ذكر طريقة الشق للقميص يدل على أن سيدنا يوسف هرب لم يبقى في مكانه وإلا ربما كان نزع القميص لكنه لما حاول الهروب وكأنه أمسكت به فشق القميص طولا فهي إشارة أيضا من الإشارات الخفية إلى براءة يوسف عليه السلام وأنه هرب من ذلك الموقف الذي كان فيه قال كنا طرائق قددا قال الإمام القرطبي فيما يذكره عن السدي قالوا إذا أخذنا على معنى الطرائق إما الطرائق يراد بها أنهم منا أنه ليس الجن كلهم كفار بل فيهم المسلمون وفيهم المؤمنون وفيهم دون ذلك من الصلاح كما ذكر القرآن ومنهم الكفار ومنهم يعني غير ذلك كاليهودي والنصارى وغير ذلك من بقية الأديان والذين لا يعبدون الله أصلا أيضا موجود معهم وهذا كله من يعني الطرائق القدد التي قال عنها القرآن والتي هم ذكروا عن أنفسهم أنهم طرائق قدد هذا قول أنهم على الأديان المختلفة ومنهم أيضا ورد عن السلف كما ذكر ذلك الطبري أنه مل الشتى ونحى الشتى وقد ذكر القرطبي عن السدي قال فيهم المرجئة والقدرية والشيعة والسنة وغير ذلك فهم كحال الإنس في اختلاف يعني مشاربهم واختلاف مذاهبهم ففيهم مذاهب كمذاهب الإنس فهم يعني يتفرقون كتفرق الإنس في ذلك قال كنا طرائق قدد قضية أنه من الصالحون ومن ذلك لا شك أنه في الجن أيضا صالحين وفيهم أيضا من أهل العلم وعلماء ولا يعني لو أردنا أن نتطرق لهذا الأمر فيتسع بنا المقام كثيرا فقد نقل عن السلف أقوال كثيرة في قضية يعني الجن وعلماء الجن وطلاب العلم من الجن وكانوا يدرسون في المساجد وكانوا بعض العلماء يدرسون الجن في المساجد وهذا يعني مشهور معروف في كتب السير من أراد الرجوع إلى ذلك ولكن يعني نذكر حديث صحيح أنه خرج رجل من خيبر قال فتبعه اثنان فهناك شخص ثالث أيضا تبع الاثنين وأخذ يقول ارجع ارجع فلما رجع تبع الشخص الأول الذي خرجه فقال له أنت خرجت وتبعك شيطانان فرددتهما عنك فأين تذهب؟ قال أذهب إلى المدينة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال قل له إنها هنا نجمع الصدقات صدقاتنا ولو أنها تصلح له لبعثناها إليه فلما ذهب الرجل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه هناك حصل معه هذه الحادثة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الخلوة أن يسافر الرجل وحده كما ذكر ذلك الخطاب أن يسافر الرجل وحده لما يكون في الوحدة من تفرد أو تقوي الجن على الإنسان إذا كان منفردا وقد جاء في البخاري والترمذي والبيهقي وغير من أحاديث كثيرة وأكثرها يعني تدور بين الصحة والحسن أنه حسن إسنادها حسن أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لو تعلمون ما علم ما سارى راكب وحده بليل والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا نهى أن يسير الرجل أو يبيت وحده في مكان وقال سعيد بن مسيب في شرح الحديث أنه قال أن الإنسان في حديث أنه رجل يعني جاء من السفر كما يذكر ذلك البيهقي فقال له النبي صاحب تمن قال يا رسول الله يعني لم يكن معي صاحب قال الراكب شيطان إذا واحد جاء الشخص واحد شيطان والإثنان شيطانان والثلاثة ركب قال ابن المسيب أنه المقصود من النبي عليه الصلاة والسلام أنه الشيطان إذا كان الإنسان وحده يهم به وإذا كان إثنان أيضا يهم بهما أما الثلاثة فهم ركب فالشيطان أبعد عن الجماعة ولذلك يعني وردت أحاديث ورواية كثيرة على الإنسان أنه لا يسير وحده ولا ينام وحده في مكان إلا لضرورة طبيعي لكن الغالب أو الأصل هذا لأنه ربما يعني تتمكن منه الشياطين إذا نام وحده أو سارى وحده نعم إذن في الجن من الصالحين وأيضا منهم غير ذلك من الفرق والملل الأخرى وحقيقة كتب السير كما قلنا مليئة بالأخبار عن هؤلاء قال كنا طرائق قدد وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأن ظننا هنا الظن هنا على معنى العلم واليقين لأن الظن قد يأتي على معنى العلم واليقين وقد يأتي على معنى الشك يعني لاحظوا لما في بداية السورة قالوا وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبة هنا كان الظن على معنى الشك يعني أننا شككنا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبة وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا هذا الظن في هذين المقامين يختلف على وأن ظننا أن لن نعجز الله هنا على معنى اليقين وهناك على معنى الشك والظن قال ابن عاشور قال ولعل العلامة التي تدل على أن الظن هنا جاء على معنى اليقين أنه جاءت بلن لن نعجز الله في الأرض ولو كان شكا محتاج إلى توكيد باللن ولكن لما قال وأن ظننا أن لن نعجز جاءت لن لتوكيد وتأكيد أنهم على يقين كامل أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء والعجز حقيقة هو كما قال الإمام الراغب هو آخر الشيء يسمى عجزا ولما كان المتأخر عن الشيء كأنه ما استطاع أن يفعله كأنه تأخر فيه فسمي العجز عجزا على معنى أنه قد تأخر لعجزه عن الأمر قال وأن ظننا أننا متيقنين وإلا أننا متيقنون وإلا يعني كيف يقول أنهم على هذا الإيمان يقولون نحن نظن أن الله يعني لا يعجزنا لن نعجزه في الهرب أننا نشك في ذلك لا وما كانوا على يقين وعلى إيمان عظيم لذلك قالوا أننا متيقنون أننا لن نعجز الله في الأرض قالوا لن نعجز الله في الأرض أي أنه مهما كانت قدرتنا في الأرض وذهابنا وطيراننا فيها وحركتنا فيها لن نعجزه أي لن نعجز لن نفلت لأن الغاية الكناية في العجز والإفلات أي لن نفلت من قدرة الله ومن عقابه لو أراد عقابنا أو أراد إقاع أمر علينا فإننا لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرب أي كأنه ذكر الأرض ونعجزه هرب في السماء لأن عادة الإنسان له القدرة على ما في الأرض ولكن الله مالك الملك بيده ما كان في السماء وفي الأرض ولذلك قالوا لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرب ذكر أهل التفسير قالوا ما الحكمة من ذكر لفظة الأرض في السياق قالوا يعني أننا لن نعجز الله في الأرض ثم عادوا العجز مرة ثانية يعني ذكرت كلمة العجز وعيدت مرتان مرة في ذكر الأرض ومرة ثانية في نعجزه هرب أي نعجزه هاربين منه نعم قال العلماء قال الآلوسي قال لن نعجز الله في الأرض أنه الأرض على سعتها وعلى كثرة مداخلها ومخارجها وخباياها مع ذلك فالله لا يخفى عليه شيء ولا يعني يبتعد عنه شيء ذلك لن نعجزه في الأرض وهنا قول آخر ذكره الآلوسي ورده الآلوسي يعني ضعفه قال لأنهم ذكروا الأرض أي أنها على بعدها من عرشه سبحانه وتعالى مع بعدها عن عرشه مع ذلك نحن لن نعجزه هربا في الأرض واختباء في الأرض ولن نعجزه هربا أنه في السماء أي كأنه نحن في قبضة الله سواء كنا في الأرض أو كنا في السماء أما إعادة لفظة العجز العجز إنما هو المراد منها تهويل الأمر لأنه عندنا قاعدة في التفسير أنه التفصيل في مقام النعمة تعظيم والتفصيل في مقام العذاب تهويل يعني لاحظ عندما يقول الله سبحانه وتعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة معلوغ أنه إذا حملت الأرض ستحمل معها الجبال فما الحاجة إلى ذكر الجبال مرة ثاني يعني وحملت الأرض والجبال والجبال هي جزء من الأرض يعني فلماذا الذكر قالوا هنا المقام يحتاج إلى تهويل وتعظيم في وقوع هذا الأمر وكيف يكون هول يوم القيامة فقال حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة تهويل موضوع الدك وموضوع الأرض العظيمة كلها تتحرك وتضطرب وتدك دكة فأراد الله سبحانه وتعالى تهويل ذلك الأمر كذلك هنا الجن أرادوا تهويل الأمر على قومهم أي أنكم يا قومنا تعرفون حق المعرفة أننا مهما كانت قدراتنا لكننا لن نعجز الله لا في الأرض ولا نعجزه في السماء وإلا لو كان الأمر في غير هذا المقام كممكن أن يقال لن نعجزه في الأرض ولا هاربين منه نعم لكن هنا ولن نعجزه هربا جاءت على تفصيل مقام أنه لا عجزة لا إعجاز لكم لله لا في الأرض وما أنتم بمعجزين له في السماء نعم ربما هنا يسأل سائل فيقول إن كان يعني ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم منهم الصالحون ومننا دون ذلك كما ذكروا هل أنه للجن يعني ما هو ثواب الجن وما هو العقاب الذي يعني جعله الله عليهم هل هم مثلنا يعني أنهم يعني يحاسبون مثلنا ويثابون أيضا مثلنا ذكر ذلك الإمام الرازي حقيقة وقال الإمام أبو حنيفة أن الجن ثوابهم الثواب لهم هو النجاة من النار كما قالوا يجركم من عذاب أليم والجمهور حقيقة مالك والشافعي وابو ليلى وغيره وابن أبي ليلى وغيرهم قالوا أنهم لهم مثلنا أنهم لهم الجنة ولهم الثواب في الجنة وسورة الرحمن واضحة قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان وقال ولمن خاف مقام ربه جنتان وكذلك الآيات واضحة في أن الله سبحانه وتعالى قال من يعمل صالحا من ذكر أو أنثى فجاء الكلام عاما على كل ذكر وأنثى والجن يصلح عليهم أن يكون فيهم الذكور وفيهم الإناث لأنهم ذرية أيضا و الله سبحانه وتعالى جاءت آيات الكتاب الكثيرة أنه لما كانوا مكلفين بالإيمان كذلك يكون هناك من حال التكليف أن يكون هناك ثواب لهم وعقاب عليهم أيضا وهذا هو الأصح من قول العلماء أنه يعني وهو قول الجمهور وكذلك قال الرازي وما لا إليه قال وهذا هو الأرجح أن لهم ثواب وأن عليهم عقاب لو فعلوا أمرا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأدل كثيرا جدا حقيقة على أنه الخطاب في القرآن يعني شمل الإنس وشمل الجن في الثواب والعقاب وحتى أنه في دخول الجنة ورد هكذا رواية أورادها الإمام أورادها ابن تيمية في المجموع يعني ذكر قال أنه الجن يعني في الجنة يراهم المؤمنون وهم لا يرون المؤمنين في الجنة كما كان الأمر معكوسا في الدنيا ونسب ذلك الحديث لأبن ماجا نعم ومن قال أن الجن يكون في ربض الجنة وغير ذلك هذا يعني كله ينقصه الدليل لكن أصح أنهم لهم معنى في الجنة نصيب كما كان لهم في الدنيا نصيب من التكليف ولكن لكل تكليف كان على حال المخلوق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى قال وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَضَا نعم وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا به أي أننا لما سمعنا الهدى والهدى هنا أراد به القرآن آمنا به وهنا لاحظوا وصفوا القرآن بالهدى ما قالوا الهادي أو سمعنا الهداية أو سمعنا قول النبي إنما ذكروا الهدى وهذا يذكرنا بقول الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فكلمة الهدى كأنها مصدر الهداية كأن الهدى كله لو بحثت عنه لم تجده إلا في هذا الكتاب لذلك العرب عندما تعبر بالمصادر عن معنى إنما تريد أن تستجمع ذلك الحشد من المعاني في تلك اللفظة لأن لفظة المصدر حقيقة هي تعطي أقوى ما يكون من دلالة في المعنى يعني كأنه لما قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أي أن كل الهدى في هذا الكتاب ولو بحثت عن الهدى في غير هذا الكتاب وفي غير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لا وقع الإنسان في ضلال ووقع الإنسان في الكفر لأن الهداية كلها في هذا الكتاب بل حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر عن موسى عليه الصلاة والسلام يعني قال ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي وفي رواية أخرى ولو اتبعتموه لظللتم لأنه لا اتباع إلا للنبي عليه الصلاة والسلام ولذلك العرب إذا أرادت أن تقوي معنى كما قلنا أتت بالمصدر لذلك لاحظوا في القصة سيدنا يوسف قال وجاءوا على قميصه بدم كذب يعني الكذب كله لو بحثت عنه لو وجدته في ذلك القميص وفي قراءة سيدنا عايش بدم كذب أي بدم طري نعم قال وأن لما سمعنا الهدى وهم يذكرون عن أنفسهم لما سمعوا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وشرح الله صدورهم للإيمان آمنا به آمنا بهذا الهدى الذي جاءنا فمن يؤمن فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رحقا فمن يؤمن بربه من آمن بالله وآمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يخاف بخسا ولا رحقا هنا قضية الإيمان نلاحظ أنه يعني قلنا أنه الجن أيضا فيهم يهود ونصارى وكفار وغير ذلك لأنه ماذا قالوا قالوا أنه سمعنا كتابا أنزل بعد موسى دليل على أنهم يعني منهم من كان على اليهودية لكن المسألة هنا أنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني امتدح نفسه فيما من الله عليه في بيان المقام تعظيم الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال بعثت إلى الأحمر والأسود وقد ذكرنا مثل هذا في الدرس الماضي قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث للإنس وللجن ولو سألنا لو قلنا قبل النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان إيمان الجن إن لم يبعث لهم نبي وإذا قلنا أن النبي لم يبعث لهم نبي من قبل كيف نفهم يعني وجود سليمان عليه الصلاة والسلام قبل النبي عليه الصلاة والسلام وإن كانت هناك رسل أخرى قد جاءت للجن قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأي متحن في قول النبي عليه الصلاة والسلام بعثت إلى الأحمر والأسود يعني ما الفائدة والنبي عندما يذكر هذا يريد تخصيص يعني ما خصه الله به دون غيره من الأنبياء فإن كان هذا الأمر قد وقع الأنبياء السابقين أيضا فأين فائدة التخصيص في هذا الأمر أنه الإيمان للجن وكذلك يعني هناك سؤال أيضا يطرح إذن لو قلنا أنه قبل النبي عليه الصلاة والسلام لم يرسل لهم رسول وقد قلنا أن الله سبحانه وتعالى قال يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قلنا أنه الراجح وقول الجمهور على أنه الرسل فقط كانت من الإنس إذا قلنا أنه ما جاءهم رسول إذن الأعداد الجن التي كانت قبل النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن خلق الله آدم بل قبل آدم إلى يومنا هذا إن كانوا مكلفين وقد كلفوا معنا من الذي كان لهم وكيف كانت الهداية لهم وكيف كانت تعاليم الأديان الأخرى كيف كانت تصل إليهم أم أنهم ما كانوا مكلفين بالأديان الأخرى إلا بدين الإسلام يعني بدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يبقى السؤال كيف يكونوا مكلفين ويعني لم يأتهم أحد حتى جاء النبي فهذه كلها أسئلة إن شاء الله نحاول أن نجيب عنها في الحلقات القادمة أو في ضمن سورة الجن يعني لن نخرج من سورة الجن حتى نجيب عن هذه الأسئلة قال فلا يخاف بخسا ولا رهق هنا قراءة أيضا فلا يخاف بخسا وهنا لا يخاف بخسا ولا رهق والبخس كما قال الإمام الراغب هو النقص ولكن على سبيل الظلم يعني هناك نقص حصل كما قال تعالى ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص منه شيئا من الثمار لكن البخس هو نقص على سبيل الظلم والقهر في شيئا من القوة والشدة والأخذ بالقوة فهذا يسمى بخسا قال فلا يخاف بخسا ولا رهق الرهق تكلمنا عنه قلنا في معناها كثير والرهق قلنا هو الإثم كما قال ابن جبير وقيل الأصطفية وغشيان المحارم وغير ذلك مما كانت تتكلم به العرب في معنى الرهق لكن البخس قال لا يخاف بخسا ولا رهق قال الإمام الطبري فيما يقوله عن أي يعني جمهور السلاف قالوا لا يخاف الجن على أنفسهم فيما أخبروا به أنه لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد في سيئاتهم إنما هي أعمالهم تحصى عليهم كما تحصى على المكلفين فالمؤمن فيهم لا يخاف بخسا لن يظلم مثقال ذر من عمل وإنما سوفى له عمله كاملا ولا رهقا أيضا لا يظلم ولا يهان ولا يؤخذ من حقه شيء فهذا هو معنى لا يخاف بخسا ولا رهقا نتوقف إلى هذا القدر إن شاء الله على أن نكمل في الحلقة القادمة إلى ذلك الموعد نفس دعوكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا